لأن دورهن جزء لا يتجزأ عن دور باقي فئات المجتمع وعمالهن لها روح فنية ولأن لسيدات حلب الإرادة في العمل لنهوض حلب والمشاركة في إعادة الإعمار تم تنظيم معرض سيدات حلب في فندق بولمان الشهباء ورشتي متواضعة جدا وعمل دور على تصريف منتجاتنا بالمعارض والحمد لله من خلال سنة إلى هلأ صار في منافسة لمعارضنا يعني بدناها بنهضة حلب أول معرض بالنسبة إلي وماشاء الله صار في منافسة فهالمنافسة هاي لصالح البلد الحمد لله في النهاية عم نقصد أنه تحريك البلد ونزيادة رفع القوة الشرائية ورفع الاقتصاد نقول مش شكنا تواضع بيت أشارك في هالمعرض لأنه معرض سيدات بيعبر عن بلدنا بيعبر عن ديش نحن المرة السورية قدرت أنه هي تضل دائما بيقوتها وتقدر دائما تكون موجودة بهيك مجالات خاصة بالعمل تسبة حالة نحن مشتركين بمعرض بالبولمن الهدف من هالشي أنه كل شيء العمل للمرأة اللي حاب أنه تظهروا ما عندهم محلات ما عم يحسنوا يظهرون فأنه عم نعرضون وكله شغل أشياء عم نعملها شغل هندميد عم نعرضها كمان والهدف أنه نطور المرأة المشاركة هي طبعا يعني في شغل الفائدة أولا تعرف أنت بهذه الظروف صار طلعاتنا ومشاورنا فأنا عم نكسب بالوقت بيش أشياء مفيدة بالنسبة للمعارضة اللي عم بتصير طبعا هي مثل ما بيقولوا نتيجة عمل المرأة أو اجتهادة عم بتحاول أنه تعمل بصمة ولو بسيطة ممكن نغير نحن باقتصاد البلد بالنسبة للمرأة السورية أنا بعتبر عنها المرأة السورية جبارة خاصة بسبب ظروف الحرب قدرت يعني تصنع منها شيء شيء هي أول مشاركة لألي في المعارض الإقبال عليه كثير حلو يعني تجربة كثير جديدة وحلوة ويعني معروفين نحن الستات الحلبيات يعني بمشاركاتنا وشغلنا تم خلال المعارض تقديم نحو 40 ستاند بأعمال متنوعة تتضمن الأشغال اليدوية والحلويات إضافة للرسم على الزجاج وغير ذلك من الملابس والقطنيات وبأسعات وناسب المستهلك أسعار منيحة وكثير متنوع المعرض بتكون البضاعة مميزة نحن كل ما بنسمع فيه معرض فوراً نجي لنشوف البضاعة أي بس يعني أسعارها بتكون منيحة شوي يذكر أن المعرض ممتد لثلاثة أيام من الصباح حتى المساء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر